اشتركوا في القناة 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 المؤمن أن يوازن وأن يكون لديه ذلك التوازن في ما هو مطلوب منه أن يفعله في علاقته بالله وطريقه بالله وما ينبغي عليه أن يجتنبه أو على الأقل أن لا يلهيه عما هو مطلوب فينصرف إلى الانشغال بما هو مضمون عما هو مطلوب المطلوب مننا أيها الحباب الكرام ونحن قد ابتعتنا الله إلى هذه الدنيا لنعبده ولمعمرها بما يرضي الله سبحانه وتعالى ما سوى ذلك ليس بأيدينا ما سوى طاعة الله وعمارة الأرض بالصلاح ليس بأيدينا إنما هو بيجي الحق سبحانه وتعالى أي أرزاقنا وأعمارنا وأحوالنا المتعلقة بالصحة والمرض والسقم والأقدار خيرا كانت أو شرا لهذا فإن القرآن الكريم في كثير من الآيات يحدنا وينبهنا عن هذا الأمر حتى نفهم منهج الله سبحانه وتعالى كثيرا ما رددنا أن الحق سبحانه وتعالى ما خلف السماوات والأرض وما بينهما إلا وأعطى لكل رزقه وقدره وكل ما يتعلق به حيث يقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه وقدر فيها أقواتها وما خلقت الجن والإنسى إلا ليعبدون الله قدر الأخوات وقدر الأرزاق وقدر هذه الأمور كلها ثم قال لنا ما خلقتكم إلا لتعبدون العبادة ما معنى الشامل مش فقط صلاة وصيام وزكاة العمل الصالح العبادة دعوة العبادة العلم عبادة إعمار الأرض عبادة كل هذه الأمور عبادة إلا حرام كرام ما دامت خالصا لوجه الكريم أما ما يتعلق بالرزق الغنى والفقر وبينهما فذلك بيد الله سبحانه وتعالى مهما اجتهد الإنسان مهما اجتهد وبالغ في الإجتهاد فلم يستطيع أن يغير ما قدر الله له من رزقه لذلك في سورة الداليات الله سبحانه وتعالى ينبه بإشارة مهمة بعد قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بشرة بعد ما أمرنا الله به ذكر ما ينبغي أن ننتبه إليه حتى لا يصرفنا عما هو مطلوب منه فقال إنه رزقكم مضمون والمطلوب منكم العبادة لذلك جاددا هذه السورة فتقول ألهاكم التكاثر ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عما ألهان التكاثر ألهاكم التكاثر يعني اشتغلتم بالتكاثر التكاثر في ماذا؟ في كل ما يتكاثر فيه الناس باختلاف الأزمان والأمكان في المال والولد وكذا سورة الممتحة يا أخو الله سبحانه وتعالى يعلموا أن من حياة الدنيا لعب ولهول وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال والأولاد كانوا يكاثرون حتى في الأولاد في يام نزول القرآن من كان عنده إتناش وخمستاش وسبعتاش خير من من عنده شراوط وانتسعة وسبعة وكذا الآن الناس يتكاثرون في السلطة يتكاثرون في البوفار يتكاثرون في الأموال يتكاثرون حتى في العلم يتكاثرون في المعارف هذا كله إذن فلم يذكروا الحق سبحانه وتعالى ما يتكاثر فيه وما يلها عنه الهاكم عن ماذا لأنه معلوم يعني الهاكم التكاثر في الأموال والأولاد والسلطة وعن المطلوب منكم المطلوب منكم أن تعبدوا رب العالمين وأن تعمروا وأن تجتهدوا لعمارة الأرض بالصلاح هو الذي أنشأكم بالأرض واستعمركم فيها سورة هود استعمركم يعني أمركم أن تعمروها إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة استخلفنا الله سبحانه وتعالى في الأرض لعمارتها بالصلاح لذلك فهو معلوم عن ما يرهن ثم الإشارة المهمة في الآية الأولى الهاكم التكاثر المدموم ليس هو التكاثر ليس أن يكون الإنسان غنياً وكثير الأموال هو المدموم في الشرع المدموم هو الله أن يلهيك هذا التكاثر عما هو مضمون أما إن كان التكاثر لأن التكاثر في حد ذاته وقدر من أقدار الله من الناس من يعني هو ما زال في جنينه ويتكاثر له الناس وما زال في جنين أمه وتسند إليه السلطات والأموال وهو ما زال أن يخرج إلى إلى الدنيا هذا قدر الله منه طيب والغنى ليس ليس مدموماً في الشرع من الصحابة من كان غنياً بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا فتنتين رجل أعطاه الله مالاً ينفقه في الخير ورجل أعطاه الله علماً وحكمةً فإدعو بي الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن رجل أعطاه الله خير إذن المقصود أحبابك رعاً في الهاكم هو اللهو أن مالك الهاك وسلطتك الهتك وعلمك الهاك وصحتك الهاك وأولادك الهوك ومعارفك الهاك إذن وما ابتلاك الله به ألهاك عن المقصود هذا هو المدموع أما أن يجتهد الإنسان فحتى لو اجتهد الإنسان حباب الكرام لن يصل إلا إلى ما كتب الله له ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك حتى ولو اجتمع معك الإنس والجن أن يفعوك لن ينفعوك وأن يضروك لن يضروك إذن ننتبه إلى اللاتولهينا هذه الأمور التي أعطى الله سبحانه وتعالى 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 ومن ظرفه للمنتهجت لا أريد من أن نادس Luke وقاله لن نادس له بسمه أننا نادسل مك знаولة انت خاطئين على قراركين وفيه أنت شمسم أنه إليك ليس بس في العيشيت من الأعشرية لكن في كل قانته بالفير والحدد مع الله سبحانه وتعالى فما أنه Lalائع C'est que l'amusement, la richesse La course vers la richesse L'orgueil entre vous Dans les enfants, les biens Et ainsi de suite Et dans le chapitre d'Ari Allah SWT Ne parle de cette réalité Où il a fait la différence entre Ce qui est demandé Et ce qui est garanti Parce que ici il nous a dit Faites attention que Ce qui est garanti pour vous Ne vous distrait pas de ce qui est demandé Alors ce qui est demandé C'est Allah SWT dit On a crié les êtres humains et les djinns Que pour m'adorer Je ne demande pas Ça veut dire là il nous dit Je ne vous demande pas de m'honorir C'est moi plutôt qui garantis votre subsistance Vous voyez C'est pour cela Alors les savons nous dit ici Allah SWT il n'a pas La richesse en elle-même Mais ce qu'il nous dit C'est d'être distrait Avec sa richesse Parce que le fait d'être riche Pauvre entre les deux Ça appartient pas à l'un de nous Il y en a qui sont nés riches Il y en a qui ne sont pas encore nés Ils sont encore dans le ventre de leur maman Et la richesse ça vient de partout Et même le pouvoir Déjà ils ont déjà le pouvoir Ils ne sont pas encore nés C'est plus fort que lui C'est plus fort que nous Ça c'est le destin du Dieu SWT Et dans la royauté à celui qui veut Et dans la richesse à celui qui veut Et dans la santé à celui qui veut Et on enlève tout cela à celui qui veut Mais On a tous une chose commune C'est On est tous responsables auprès de Dieu SWT Au sujet de notre responsabilité Qu'est-ce qu'un à son degré Plus que cela Il parle de la richesse Par rapport à son utilisation Dans le bon sens En fait même La jalousie Il n'est pas autorisé Que dans deux cas Une personne A qui Dieu SWT A donné la richesse Et la dépense Dans le santé De Dieu SWT Ou bien Une personne A qui Dieu SWT A donné la science Et la sagesse Et Il ne cesse pas D'appeler Dieu SWT A travers ses moyens Pour être jaloux Vis-à-vis de lui Pour avoir comme lui C'est pas pour que La jalousie Donne le côté Négatif Alors faites attention Que Les moyens Que Dieu SWT Nous a accordés Pour l'adorer Pour exploiter la terre Que ça ne sera pas Un moyen Qui nous destrait De cette mission C'est ça L'obé de De ce chapitre Parce que vous voyez Des versets Qui sont courts Mais Avec un sens Très Très large C'est encore Oui Jusqu'à si vous avez Visité Les temps Jusqu'à si vous avez Visité Les temps Visité Les temps C'est le terme Ce verset Il a été La cause de La conversion D'un D'un Bidouin Quand il a entendu Jusqu'à si vous avez Visité Les temps Il a compris Ça veut dire quoi Visité Les temps Regardez Visité Les temps Oui Quand Omar Abdi Aziz Il a dit Test Ar harm Tu Ta Il a condition Il a présenté Le Le Pris Il a 声 oportun Pour C'est Me Quét Ac Je D'un يملكت بسيطة الأمم وما بعد جيدة الأمم يوجد 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 يمنون أن تتبع يملكتب تبعى يزالك المعرفة يريدون أن يفهم أن يبقى يفهمون أن تتبع تطع في الشمكة و العودة وصفة يملك أيضا كما يمكن أن يكون هناك مرة أخرى بعض العلماء قال كان الناس يتكاترون ويتباهون في أعيانهم وملكهم واسيادهم حتى أنهم دهموا وزاروا المقابر وقالوا بعضهم ورأيتم هل عندكم مثل فلان المدفول هنا في معنى زرتهم من المقابر ولكن نراجع عند أهل العلم أن زرتهم من المقابر المقصود بها مرحلة القبر ثم تأتي بعدها مرحلة الحساب ثم مرحلة الجزاء حتى لو كانوا يتكاتر المقابر هنا أميدوان أعلم أن يتكاتر المقابر لا يتكاتر المقابر المقابر إليه سيساة 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 لن نوبا لا نضائنا في رائع لا تنبي لمسا لن تنبيل على تنبيل بعد رائع و من تنبيل فتر ز فن تنبيل Alors le bidouin il a compris ça veut dire quoi ? Visiter Ça veut dire on ne saura que des visiteurs dans la tombe Et après il y aura un autre Il faut penser plutôt à Après la visite de la tombe C'est là-bas où il sera éternel C'est pour ça malheureusement Les médias on entend plutôt bien pour Les gens qui parlent eux Il est parti Dans sa demeure éternelle La demeure éternelle Soit disons c'est le cimetière Non pas du tout Le cimetière c'est pas la demeure éternelle Le cimetière c'est un passager Alors Allah subhanahu wa ta'ala Il vient nous dire Faites attention Certes vous saurez Et il a répété Donc au plus vous saurez Alors c'est mieux que de savoir ici Avant que ce sera le delà C'est un passager 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 Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala Certes vous saurez Ca veut dire le jour dernier Quand vous verrez la vérité Quand vous verrez Tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous avertit Kalla alaw ta'alamouna Ilma al-yaqin Ilma al-yaqin Ilma al-yaqin Ca veut dire ici c'est Comment on peut le traduire Ilma al-yaqin Si vous savez De science certaine Une science certaine Mais après Après cette certitude Ca va venir Surtout avec l'oeil directement La ta'alamouna al-jaqin Si c'est la 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 ta'alamouna al-jaqin Ca veut dire tout le monde Après la visite de la tombe Tout le monde Vira l'enfer C'est Allah j'ai dit Sur la ta'alamouna al-jaqin Je vais dire Wa ji a yawma irim Bi jahenna Le jour dernier L'enfer il sera Demi Ca veut dire La al-jaqin 70 000 anges chacun Tire dans Et On va l'avoir tout le monde Et après Ceux qui vont être Chatoués avec Ils vont bien regretter Ceux qui seront A l'abri Ils vont bien se réjouir Alors c'est là Allah j'ai dit Pour la parfaite attention C'est Ce que nous vous avons donné Comme moyen Pour adorer Dieu Subhanallah Pour que l'on a terre Dans le bon sens Vous a distrait De cette mission Vous aurez Et vous saurez Et vous verrez Avec l'oeil de la certitude La fournisse La fournisse Qui sera Le châtiment Et puis Thumma la tuss'alunna Yawma idin Ani na'im Et puis Allah subhanahu wa ta'ala Assurement Que le souris Al-Turugi On a pas de la mer On a la salle Pour cela Les mille J'ai dit J'ai dit Le châil J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit قالوا الجوع يا رسول الله قالوا أنت يا رسول الله ما اخرجني قالوا والله ما أخرجني إلا ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته لشدة الجوع والخيرين خارجوا من بيتهما لشدة الجوع خير من استخلاف رسول الله خارجه والدول من جوع وذهب الى صحابه عن طبعه شوية محم وهذا الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوهما قال ما أسعدني بأضيف اليوم أي سعادة عندي اليوم جاء عندي رسول الله الخيري أبوكر وعمر فقال له تطعمنا من شيء عندك فذهب وأخذ الموسى ليد بحشات عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الولود التي حملت جنبها فدبح لهم شاتا صغيرة وأكلوها مع شيء من الموسر وكذا فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غاد؟ قال والله هذا النعيم الذي ستسهلون عنه يوم القيامة أكلوا عن جوع وحلف النبي أنه سيسألون عن هذا النعيم ماذا سنقوله نحن؟ الذي ربما لا نأكل عن جوع في غالب الأحيان نأكل عن شبع إلا من رحم ربك إلا إخواننا اليوم في سوريا في أماكن في الحروب والظلم والطغيان يأكلون عن جوع أما نحن إلا من رحم ربك وليتذكر أنه سيسأل عن النعيم حتى قال بعض السلافي والنعيم والنعيم الماء البارد حينما تشرب وتحس بالعطش وتشرب الماء البارد هذا نعيم تندلس أو لا تندلس حينما يكون فيك عطش وتشرب الماء البارد موجود هذا هو النعيم أما السلطان والمولك والمال والغنى هذا هو النعيم هذا هو النعيم هذا هو النعيم هذا هو النعيم وليتذكر أنه سيسأل عن النعيم سيسأل عن النعيم أحضريني به قال قد يكون السيدة إنه قد يكون ذهبت سلطلت في الجوانه وليس لديه ما أحصل إنه سيدة جزيلا في طلب صدت أحصل لتكتابة تكتبه ولسفت كان المعنجة أخذ بعض البيض وقالت أخذ بعض البيض وقالت وقالت إلى المنزل ما سنعرف؟ ما سنعرف؟ نعم، ما لا يتوقع؟ لا يوجد أحد مننا يتوقع، لا يتوقع لا أتوقع ما سنعرف أكثر؟ même un de nos prédécesseurs il a dit l'eau fraîche quand tu as un petit peu soif et tu as bu l'eau fraîche tu te sens rafraîchie et à l'aise Allah te interrogera de cette fraîcheur est-ce que tu l'as remercé est-ce que tu es reconnaissant de cela est-ce qu'on est reconnaissant de cette fraîcheur de cette paix de cette situation de cette santé de ces biens de ces enfants de ces enfants c'est ça tout ce qu'on utilise pour vivre et pour survivre ici et d'ailleurs l'aise 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 في الدنيا وسيكونوا رموه ورموه في الأخيرات عدم و الأشد لفعل ذلك وانت تسرع باسترع بلاريكة وانت تسرع بلاسترع وانت تسرع بلنات للأمس وانت تسرع الناس للحيانات وعلا يهدو الله لذلك يؤمنون لذلك الهدف لذلك نظر لذلك نظر لذلك يتعرش الأمر لذلك لجو دغني والعياد بالله أسأل العائل القديم وفقا وياكم الفيخير والحمد لله رب العالمين